اشتركوا في القناة 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 يمثلوها بيكونوها وبيسووها في كل محفل وفي كل مجالهم صادق بنشوف حاجات صراحة تلفع الراس الواحد بيستانس عليها كثير يعني من إنجازات شخصية إلى الإنجازات الكبيرة التي تمثل فيها الوطن يعني ما هو بالأمر البسيط وبنحاول على فكرة سيد ريان في برنامجنا حتى منسلط الضوء على هذه النقاط بشكل مفصل أوقات حتى الناس تتساءل إيش في هذا هو السبب عشان إحنا لابد نفتخر بنفسنا ونفتخر بكل تفصيل الصغير وكبير أكيد أيضا أستاذ ريان ما ننسى الكثير من الإنجازات التي اتحققت في الثلاثة أعوام الماضية بحق الشعب وأيضا بحق المرأة وتمكينها في كثير من الأمور ابتداء بقيادة السيارة إلى دخولنا في الصلاة الرياضية وأيضا منتظرين الكثير من الإنجازات التي ستكون تحديدا في عهد الملك سلمان ولكن كيف ترى تفاعل الشباب مع كل هذه الإنجازات التي صارت في الثلاثة أعوام الماضية يعني في الحقيقة خلال ثلاثة سنوات هذه المملكة انتقلت من حالة إلى حالة أخرى تماما تماما طبعا صحيح اليوم في عهد الملك سلمان الله يحفظه ويحميه ويرعاه الرؤية التلموية التي أطلقت رؤية جدا رائعة متميزة برنامج تحول الوطني مؤخرا الميزانية أكبر ميزانية حصلت على مستوى المملكة صحيح زي ما تتضلت في موضوع قيادة المرأة للسيارة هذه كلها قرارات وقطوات كبيرة من شأنها أن الشباب زاد تفاؤل وزاد أمل وزاد حماس خصوصا أنه اليوم كثير من الأماكن القيادية في المملكة بتكون بقودها شباب صحيح صحيح فهذا أمر في غالي اتفاؤل أنه الشباب الآن بيقودوا عجلة التنمية في المملكة العربية السعودية صار فيه وعي وصار فيه تفتح أكثر لعلى المسؤولية ما نتكلم على أمور ثانية في الحياة لأنه هذا اللي نحتاجه نعي قد إيش إحنا مسؤولين قبل ما نكون مسؤولين عن نفسنا مسؤولين عن الناس اللي حولهم وعلى مجتمعنا وعلى وطننا وأيضا هذه مسؤولية عليكم أستاذ ريان سمانر كرئيس مجلس شباب منطقة مكة المكرمة أبدا ما هو سهل عليكم لو في حاجات بستوضحون لنا إياها في سياستكم القادمة هل في حاجة برضو تخص الشباب بشكل مفصل نقدر نعرفها؟ الدور الأساسي هو دور التمكين حلو اليوم في نظيف قيادة خادم حرمين الشريفين واللي عهده وأيضا بخصوص منطقة مكة المكرمة في قيادة الأمير خادر فيصل صاحب 8 من خادر فيصل وأيضا الأمير عبدالله بن بندر الهدف الأساسي إنه الشباب يمكنوا بالشكل المناسب والملائم واللي فعلا يحتاجوه العقبات والتحديات الموجودة كيف دائما نقدر نحن نتجاوزها وتعداها كيف نقدر نكون أصحاب بصمة أصحاب أثر وليس فقط أصحاب كلام كيف نقدر اليوم نطلع بمبادرات تنموية اجتماعية مستدامة انتهينا من كلام سنين فاتت كثير يعني الآن أعتقد لا بد الفعل يكون هو المتصدر بعد ما خططنا وفكرنا يعني بدأنا تنفيذ المفروض صحيح اليوم اللي نايم ما له مكان بينه طبعا والله صح سواء كان من مسؤول ومواطن وغيره اللي واقف محله هو فعلا ما هو واقف محله هو قاعد يتراجع لورا إذا الشخص ما بيتطور وما بواقبة سرعة تغيرات هذه حلاقي نفسه فجأة كده التفت تيمينه يتاره ما لك في احد موجود من الناس اللي يعرفهم فالسرعة جدا كبيرة ويعني يحتاج ان الشباب يكونوا على يعني الشباب هم طاقة فبالتالي بيواقبوا هذه النقل النوعية اللي اليوم في شاتنا مملكة عربية السعودية والله ذكرت نقطة مرة مهمة أستاذ ريان حكاية انه هو وقوفي في مكاني وفعليا ليس وقوفي هو تراجع وهذا فرق شاسع ما بين الاثنين يعني لو كنت واقف كافة خير شري لكن لو لو فعلا بقى تراجع هنا انت بتتأخر بتتخلف فيه أضرار حتى تتعدلها عشان توصل لمتغاك وتشايز أب من رماها وبسيط أبدا صحيح صحيح والشيء الجميل والمهم جدا انه الوعي عند الشباب بدأ يرتفع بمعنى بعض الأمور اللي كانت فيه سابقا من تلبيات من تلبية من تشاؤم من من إلى آخر اليوم فيه طاقة تفاؤل وإيجابية عالية جدا عند الشباب فيه عندهم حماس كبير انه اليوم يقدروا يصنعوا كل شيء ما فيه شيء مرتحي يحس حتى السلبي اللي كان موجودا دثرت أو ماتت يعني صار عندنا فيه تبديل للأحاسيس والمشاعر ومو بس كذا استاذ ريان أصبحوا كثير من الشباب قدوة لغيرهم في كثير من المجالات وأصبحوا بينافسوا بعض أيضا منافسة شريفة سواء في المشاريع اللي بنشوفها والإنجازات أيضا اللي حققوها داخل المملكة نشكرك استاذ ريان سمان كرئيس مجلس شباب منطقة مكة المكرمة ما للتنمية كان معنا عبر الهاتف وكم مواطن وكم متحدث معنا في البرنامج حقيقي فيه كلمات وقات الواحد يحتاج يسمعها عشان يقدر يستوعب ايش اللي صاير يحتاج يذكر نفسه أولا وأخيرا بالوضع الحالي بوضعه الشخصي عشان يقدر حتى يواكب حكاية الوقوف مكتوفة الأيدي هذه أبدا ما حاجب نتيجة سليمة لأنه احنا في تطور وتحديدا في سنة من السنين لازم تستوعبوا هذا الشيء مرة تمام شباب وبينات احنا الآن في هذه السنة سنة أسرع من قبلها رذمها جدا سريع أحداثها جدا كثيرة وورا بعض فلابد أن احنا نواكب لو بالمعرفة على أقل تقديرا حتى نجهز عقولنا لما سيحصل مستقبلا ولابد أن احنا نستعد لو احنا ما استعدنا مين سيستعد الشباب اللي الان رؤية عشرين وعشرين ثلاثين اللي هي نصب عينا احنا اللي راح نحركها بمجهودنا بعد تمكيننا لأمور كثيرة شباب وبينات بعد ما أيضا أعطونا صلاحيات النولك العربية السعودية وأكيد قادتها العظماء في كثير من مجالات إذا لابد نكون قادة هذه المسؤولية ولا هيصير فيه حاجة أكسية للأسف أكيد طبعا طراد هذا اليوم وهذا التاريخ يوم لا ينسى وعشان كذا أيضا عندنا تقرير خاص عن بيعة الملك سلمان حفظه الله خلونا نروح نشوف التقرير ونرجع لكم اشتركوا في القناة يا بلادي عاش سلمان عاش سلمان ملكنا عاش سلمان تحتفل السعودية اليوم الثالث من ربيع الآخر في عام 1439 للهجرة بالذكرى الثالثة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم في البلاد واستطاعت السعودية بقيادته أن تكون صاحبة حضور بارز على مدى الأعوام الثلاثة الماضية ملكنا عاش سلمان عاش سلمان ويضع الملك سلمان المواطن في أول اهتماماته ويؤكد أنهم اللبن الأولى في سياسة بناء الدولة وتعزيز المرافق الخدمية وفتح المجالات أيضا أمام شباب الوطن على مختلف الاتجاهات وتقديم ما يحتاجونه من وسائل الترفيه الرياضية والفنية والتي تتماشى مع ثوابت الاعتدال في السعودية كما كان للمرأة في عهده نصيب في العديد من القرارات الداعمة للمرأة إذ تم السماح لها بقيادة السيارة وأيضا دخول الصلاة الرياضية بل أن المرأة تبوأت الكثير من المناصب القوية والمؤثرة موسيقى في ساعة شباب ما زلنا محتفين بهذه المناسبة الرائعة والقيمة والكبيرة بالنسبة لكل الشعب لكل مواطن ومواطنة هاشتاك ذكرى بيع الملك سلمان يعني قد تكون عابرة لبعض البشر في هذا الكوكب ولكن نحن كسعوديين وسعوديات تعني لنا الكثير وتعني لنا تجديد تجديد ولاة وتجديد انتماء تجديد وطنية تجديد أيضا إنجاز لأن كلها مرتبطة ببعض أهم حاجة نعرف إحنا إيش لما نسوي من خلال هذه التجديد ذكرى بيع لما بيجي هذه المرة الثالثة لما بيحدث أو بيجي وقته بيصير عندنا ريفرش زي ما يقولك عشان نعرف إيش اللي نسيناه وإيش اللي نحتاج نغيره وإيش اللي نحتاج نجدد فيه ونضيف عليه ونطوره هذه هي سنة التطوير وسنة الإنجاز دائماً دائماً فكروا في المستقبل أكيد طبعاً خصوصاً أنه هذه الأيام ستبقى خالدة في أذهاننا وما رح ننساها أبداً لما حصل فيها من إنجازات لحق المواطن وحق الشعب سواء الرجل أو المرأة خصوصاً في هذه الإنجازات تبوأت المرأة مكاناً لها في كل مكان وكل مجال وأصبحوا السيدات ما شاء الله عليهم منتشرين في كل المجالات وأيضاً متفوقين على الشباب نحن ننتظر من النساء أيضاً الاستمرارية والتركيز لأنه هو أمر جديد عليهم فبكل التمكين اللي حاصل وكل التسهيلات اللي توفرت نحن قدها صدقك أيوة أنتوا قدها بإذن الله بس هي الاستمرارية ترى صعبة فتحتاج أعتقد ساند يد يد بعض كنيسة ما بعض أكيد أكيد طبعاً نحن مكملين بفقراتنا ولكن فاصل قصير وراح نرجع لكم بعد الفاصل لتروحوا قاعد عاش سلمان يا بلادي عاش سلمان عاش سلمان ملكنا عاش سلمان عاش سلمان يا بلادي عاش سلمان عاش سلمان ملكنا عاش سلمان عاش سلمان يا بلادي عاش سلمان عاش سلمان ملكنا وراح ننتقل الحين لموضوع مختلف تماماً وراح نتكلم أكثر عن نوع من أنواع الرياضة ولكن هذه الرياضة تعتمد على السرعة العالية في الأداء وأيضاً بعضها يعتمد على اللياقة البدنية وسهولة الحركة سبونفيد هي شركة سعودية بتستقطب الموهوبين ويتم تعليمهم فيها نوعين من أنواع الرياضات لتفاصيل أكثر سنعرفها الآن في هذه الفقرة من عضيوفنا اليوم شرفتنا هبافكيه مؤسسة سبونفيد وأيضاً الشباب اللي حنشوفهم أيضاً في منتصف الفقرة علي وعبدالله وريان حياكم في ساعة الشباب كيف موريك؟ وحياكم مقصوطة رحسن حالة إن شاء الله دائماً يا رب طيب سبونفيد إيش فكرتهم؟ سبونفيد هي أصلاً شركة بريطانية أسسها جون دين اللي هو حالياً زوجي في سنة 2007 مباحث طبعاً الاقتصاد نزل في بريطانيا وجون قرر نجي السعودية ويفتحها في السعودية كانت عام 2009 أتقابلنا أنا وجون عندنا ديفرين انترست أنا خبيرة في المسؤولية الاجتماعية وجون في السبورت فأنا هدي بلد السعودية ومستحيل أصيبها فقررت أن من خلال اشتراكنا أنا وجون في الرياضة أنا وجون يقدم الرياضة وأنا من خلال الرياضة بأدي بات للمجتمعي وفي نفس الوقت أني أخلق مجتمع أقدر في النهاية ربي فيه بزورتي ووقتها بدأنا سبونفيد من لندن ألمين بس هي دحين شركة سعودية جميل طب هبا إيش النواع الرياضة اللي بيتم تعليم في هذه الشركة حاليا نحن مركزين على رياضتين اللي هي رياضة الباركور والجيمناستيكس طبعا كلهم يعرفوا شيء الجيمناستيكس في ناس كثيرين ما عرفشوا الباركور أو يلخبطوا بينها وبين الجيمناستيكس أدوني بس سنة واحدة عرفش هي رياضة الباركور طبعا بكي رياضة هي ما هي رياضة كانت هي كانت تكنيكس يتبعوها في الجيش أنهم كيف يعدوا العوائق من غير ما تكون في أي إصابات بعد كده أخذوها الفرنسيين وطوروها كرياضة فدخلوا فيها شوية من حركات الجيمناستيك شوية من حركات الفري ويننج من الايروبيكس واعترفوا فيها كرياضة كانت جزء من دراسة جون في الماجستير رسالته أنه يبغى المدارس البريطانية الحكومة البريطانية تحترف برياضة الباركور كأي رياضة تانية تكون ملزمة في المدارس أن أتعلمها والحمد لله نشحوا واعتمدت في بريطانيا وانتو وصلتوها وانحنا وصلناها للسعودية جميل جدا هبا طب انتو بتستخدم عمر معين في المواهب هبا ولا تسجيل مفتوح للكل وبتحاولوا أنكم انتو تأخذوا أكبر عدد التسجيل مفتوح للكل بس بنبدأ من أعمار أربع سنين لسبب عادة نتوفر مدربين ومؤهلين للأعمار اللي أصغر بس طبعا نحن نحابين نحن نبدأ من أعمار أصغر بس حاليا من أربع سنين إلى ١٢ سنين طبعا عمر أصغر أفضل لكم عشان تستثمروا فيهم بس طبعا وبعدين أجسادهم فيها مرونة أعلى أنهم تتقبل أنهم يعني الكبار خلاص يكون أنت صلبت عظامهم وماءت فيهم ويتأخذ منهم فترة أطوى بس أولاد الصغر صحيح وكل ما بدت من البداية الرياضة وتعلم عليهم أن هم صغر تكبر معاهم هذه الموهبة صحيح طبعا طبعا نحن نشوف عرضة من الجنباز والباركور مع علي وعبدالله وريال ويش هتورونا نشوف مع الميوزيك بس نشوف 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 موسيقى موسيقى السلام عليكم إن شاء الله سليمين سلماً الأرض شوي عندنا لزجة نعمة بزيادة نعمة مرة بزيادة أنا ذلك كنت خايفة منه كده قلت لنا فصخوا جزامكم لأن الأرض أموماً فيه جزام معينة يلبسوها عشان يمرسوا هذه الحركات والرياضات؟ بالنسبة للباركور والجيمناستيكس فيه موجود جزام معينة بس نحن عندنا في النادي لما يدخلوا ما يفصخوا جزامهم هو المفروض أن يكونوا حافين في هذه الرياضة صحيح؟ طب غير الله أول حركات سواها ريان أعتقد جيمناستيكس وبعد كده؟ بعد كده باركور باركور غير الله إيش فيه حاجات ممكن مفروضة الواحد يلبسها عشان يتجهز لرياضة زي هذه؟ بعد ما يتعلم طبعاً بس الحركات اللي هذه سواها أدفانس يعني مستوى حقها مختلفين بالضبط أهم شيئنا ما تكون حاجة طويلة عشان ما يتعنقلوا فيها بس أي حاجة مريحة بس ضبط أهم شيئنا هالي يكون حاجة مريحة الحركات طب يعني هبة تعتبر هذه الرياضة جديدة عندنا ومو منتشرة كثير بين الشباب والبنات بس أبعرف ايش الفرص اللي انتم ممكن تخلقوها للشباب بعد ما يأخذوا عندكم فترة من التدريب والتمرين على هذه الرياضة عشان يطلعوا بره يدرب بس بعقب على حاجة واحدة رياضة تاب باركور موجودة عندنا من أول حتى تشوفي الأولادة ما تروح الحدائق في الأحياء بيتسلقوا وبينقزوا بيعملوا فليبس بس ما كان لها مسمى أصلا ما كان لها مسمى وما كانوا عارفين أن هذا الرياضة اسمها باركور ولا كان بطريقة سليمة أصلا فهذا جزء من الحاجات اللي نحنا بنعملها الشباب جزاهم الله خير بينزلوا في أحياء جنوب جدا هم بيعملوا حركات بس بيخلوا لها على أسس ويعرفوهم موضوع السلامة بشك يبقى كيف تتعامل في الأحياء أرجع ثاني الموضوع التدريب الشباب اللي عندنا نحن بنحاول جاهدين وموضوع موسهل أنه نحن نحاول ندرب نلاقي التالنس المحليين ناس عندهم موهب وشبابنا المحليين خصوصا نجيلي اللي طاله صار يدعم حدد معمر ما كانت عندنا يعني يبنوا نفسهم بنفسهم من الصفر اليوتيوب ما خلي شيء صحيح فبيدربوا نفسهم بس بعد ما يدربوا نفسهم يكونوا جيدين ما في ولا فرصة تفتح لهم لأنهم فأول شيء ما هم كواليفايد ما هم معتمدين مؤهلين أو معتمدين صحيح حتى لو علموا نفسهم ما عندهم القابلية وإمكانية أنهم يدربوا الناس التانية إنه هذه سكيلز فنحنا بنجذبهم بشركتنا جون هو اللي بيدربهم أنهم يدربوا الأولاد التانية الصغار بعد ما يخلصوا فترة تدريب اللي هي من 3 إلى 6 شهور في نحنا عندنا إكسكلوسيفتي مع شركة باركور جينريشن الشركة الأوم للباركور بيجو ويدوهم شهاداتهم باركور جينريشن نحنا بيننا اتفاقية هل هي شركة علمية أو الشركة بس؟ هي الشركة الوحيدة اللي بتدي بتأهي لمدربين هذا المعلومة جديدة إيه اسمهم باركور جينريشن في لندن حلو ومرة متحمسين نجينا الميل الشرق العاصل مرة متحمسين إيه مرة متحمسين حيجوا بإذن الله في مارتش حلو جميل أنا وجهت طبعا زوجك جون موجود هناية طبعا أنا كنت أتمنى أن يتحدث اللغة العربية عشان يكونوا إيه ولا أنا قاعد أفكر نفس الموضوع بس أنا قاعد الآن وانت قاعد تشرحي لي هبم قاعد يقول لي الآن في ناس موسوار في سنة ممكن وأكبر مني أو أوقات يبغوا يكونوا بهذه المرونة في حياتهم صار عندنا واعي قد إيش أنه لازم نكون مارينين عندنا علاقة عالية نقدر الحياة صعبة صارت لازم الواحد يمرن نفسه جسمه على حاجات أنا ملكية الحياة وللي misfực آسي؛ قال لي مدي إيمكنية إبدأ في هذه الرياضة قال لي ايش ياخد مني تقريبا وعند الشغف أي أنتي إلى الحياة ılarعاة هناك بالصعب متعكش release ومن ثم çok س statux بس ممكن ياخد منك ثلاثة سابيع إذا شهر إذا انت بتعملها مرتين في الأسبوع عشان أوصل إيش؟ عشان تكون عندك في الألمو الأدفانس أنه تبدأ بأساسيات حتى الهانستان أساسيات أنا كم مستلحات بالنجليزي أساسيات البوت والفليبس بس تاخد كل حركات أساسياتها كيف إتقانها وكيف تاخدها الـ next level هتكون طبعا بعد الشهور الثاني فشهر ثلاثة سابيع تتعلم الأساسيات وحنبدأ بإذن الله بإذن واحد أحد هنبدأها إن شاء الله في يناير خلاسات صباح وخلاسات مساء للبنات والأولاد من أول أنا أما حكون يعني ينايت يطلع من جد لأني أنا أعرف قد إيش الواحد شوفك تتشجل لا لا أنا بروح يوغا وأنت روح جون باز ترى الفرق بس بقول لكم أنا حاجة واحدة الفرق بين اللي نحن لاحظنا أنه أول ما يدخلوا طبعا يبقوا جيمناستيكس لأن الرياضة معروفة أكثر من الباركور خصوصا للبنات الأولاد أول ما يجوا الأولاد الشباب بصفة عامة معهم صبر البنات فلما يبغي يشوفوا البروغرس بسرعة بسرعة طبعا التركوري ناسبهم أكثر بكثير لأنه يشوفوا النتيجة حقتهم مرة بسرعة ومرة ممتعة ولا تحس نهائيا أنت إيش بتعمل يعني ما تحس أنه أنت في هدف تبغى توصله وتحس أنك أنت تحت سترس مجرد ورونة أنا أستمتع فيها متح صحيح أكيد حيبة طبي يعني ما فكرتوا في يوم من الأيام أنكم تنشروا هذه الرياضة وتنشروا ثقافة هذه الرياضة في المدارس عشان يبدأوها البنات وشباب من عمر صغيرة ويكبروا عليها حاليا نحنا بندق على باب مدرسة مدرسة والدخول على المدارس أبداً موسهل طبعا خلاص عندهم عندهم بالزب بالزب خصوصا لن بدخل شي جديد عليهم بس الحمد لله في كم مدرسة فتحت لنا بابا اللي نحن بنعمله للمدارس هدفنا المدارس أنه مو نحن نكون السيرفيس بروفايدر روحيدين عندنا نقطتين أنه نحن ندخل ندرب المدربين الرياضة حقونهم أنه يوصلوا هذه الرياضة فهم هم محتاجين أنا ندي لهم منهج يمشوا عليه ونساعدهم إذا محتاجين حاجة في الفاسيليتيز الفاسيليتيز إش كفا مفروض تكون شكلة أشياء لأكود مستاكله جميل ويصير الرياضة جزء من المنهج حقهم وإذا كانوا حابين يعملوا أنشطة بعض المدرسة يصير عندهم الستاف حقونهم منظفين وما يحتاجون إلى الآن بدأتوا في أي ديل أو لسه؟ عندنا مدرستين لساعة في نقاش معهم في تفاوض انترناشنال؟ واحدة انترناشنال واحدة مدرسة سعودية مدرسة سعودية جميل جدا والله إحنا نحتاج جدا لهذه الأشياء الفاسيليتيز يتراد عندهم تسهيلات كثيرة تفا عالية من إلى ما بتشتخدم الفاسيليتيز عندهم ما بتشتخدم نهائيا فانحنا نبغى تشتخدم على صيد أوسع بس بس سريعا عشان قبل الفقرة سبونفيد الآن مهتمين بهذه الرياضتين هل فيه انترست ثاني ممكن بعد كي تضيفوها للسبونفيد؟ ايو طبعا هنغطي بإذن الله كل الرياضات واحدة واحدة هنفتح للتنس الباسكبول والفوتبول ممتاز ممتاز شكرا لك هبة فقيح على تواجدك اليوم معنا في ساعة شباب رياضة جديدة رياضة جميلة رياضة ممتعة نتمنى ان كل الشباب والبنات يبدأوا فيها خصوصا انه ما فيها عضلات فيها لياقة بدنية يا جماعة واللي اتوقع ان كل اللي احتاجها صغار وكبار الاهم انه بعد تروح الحياة من جديد يعني احنا فينو حياة بس يتدي وصار فيه حركة وتجديد حقيقي والله استنسته واركت بدالهم بعد الآن ما يحتاج نجيبها ومما يساود العروض نحن نسوي العروض في البرنامج بعد تراد سيكون معانا اكيد شكرا لك يا اهبة فقيح مؤسس سبون فد نتمنى لك التوفيق انت وزوجك يجعون وايضا للفريق على عمل الرعاية اعطيك العافية ونحن ايضا مكملين باحتفالاتنا واحتفاءنا بهذا اليوم الجميل معنا عبر الهاتف الفنان علي عويس ياهلا فيك يا علي مساء الخير صراد ومساء الخير لمية سنور عليك بلد ان شاء الله بخير ونجدد الأولاء والبيعة لمنقام سيلي خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى سموه اليوحد الأمين الأمير محمد سلمان والله يديم ان شاء الله علينا نعمة الأمن والأمان اللهم أمين يا رب طيب بداية علي كفنان دائما في مواطن كده دائما لكم أثر فيها في حكاية التعبير وأيضا لأنه تكلمنا في بداية الحلقة كيف الشباب يعبروا بطريقتهم في تويتر أو حتى بإنجازاتهم إيش أول حاجة بتطرع على بال الفنان في مثل هذه الأحداث العظيمة أولا نحن كفنانين متواجدين في كل الفعاليات وكل مناسبة وطنية ومناسبة اجتماعية لازم كلها متواجد فيها خاصة المناسبات الوطنية واللي بصف مبايع سيد خالي محرمي الشريفين واليوم الوطني بالعكس هذا أقل شيء نحن نقدم ونتواجد فيه بالعكس هذا واجب وطني وفني لازم نقدمه نحن بنعبر طبعا بأصواتنا بغناءنا للحب الوطن لحب المليك والعهد والشعب كامل أنا سبق لي وأن غنيت من كلمات سمو الخيدي أمير خادم خادر فيصل مستشاء خادمي حرمي الشريفين أمير مطقة مكة كانت كلماتها رائية العوجة ومن الحان تلك الشريف غنيتها ممكن أقول لكم مقطع منها الآن والله أريد أن نسمع منك أكيد مقطع منها وأيضا فيه أغنية أريد أن تغنيها يا علي أنت ملك أبشر وله أبشر أقول لك المقطع من هذه يلا نسمع نسمع حيتي يا سلمان لا لا عدمناك يا محق قال أمجاد بقصر زمانها الله يسدد بالتوافق مسعاك اللي من الرمعات ينتخ هسانها أصبحت سلمان العرب ما تعاداك وامسحت عن جفن الغوا في وسانها يا راعي العوجة ولم جادت ذاك رفعتها متى العرب في وطانها الله يسلم سلمتي علي علي أنا أعرفك تقريبا من أكثر من عشر سنوات وما شاء الله تبارك الله عليك دائما بتتواجد في كل الأحداث وأيضا بتتميز بإعدائك أو حتى بأطاعك في كل حدث وهذه واحدة من الأحداث اللي لابد أيضا تكون متواجد معنا فيها في حاجات كثيرة أيضا ممكن خلينا نقول لك رسالة نوصلها للناس اللي حولنا متذوقي الفن إيش المفروض يبدأوا يركزوا وكيف يعني مثلا أغنية أنت ملك مثلا أول أغنية اللي فضلت وغنيتها كيف دائما يعني استخدامنا لهذه الأغاني دائما بيتكون في هذه الأحداث الوطنية هل ممكن مثلا نوعيهم بطريقة ثانية عن كيف يعني حتى نستمتع بهذا الفن الوطني الجميل أنا أحب أوضح لك حاجة فضل لو تلاحظ في الحفلات الغنائية الآن بشكل عام أو في المناسبة الخاصة فغير الأفراح يطلبوا أغنية أنت ملك صحيح بس ما يعرف إنها وطنية على فكرة ما كانوا يعرفه وبعد أن ترى حتى إن كانت وطنية هذا بالعكس أقل شيء تقدم صحيح صحيح سهلوا لها معنى وكلامها جدا رائع وجميل صحيح من زمان حتى في المناسبات الخاصة بيغنوا في آخر المناسبات آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ جميل جدا علي طب نسمع منك مقطع من أغنية أنت ملك ونطلع بها نفاصل شكرا لك شكرا لك أنت ملك من قبل لا تصبح ملك وانت الذي تامر شعبك عدها عدار دارك والوطن كلها لك وفعلك حير شعوبك عدها يا سيدي من آخرك لنولك نرفع قصا يدنا حياة ونردها يا أبو فهد شفت الغلا كلها لك يا كاسب قلوا بالشعوب وغدها انت ملك من قبل لا تصبح ملك وانت الذي تامر شعبك عدها عدار دارك والوطن كلها لك وفعلك تحير شعوبك عدها امنا هلا من الواحد مثل الفلك من هبتا تجعل ما من مدها سكت المحب بأهلك عساها توصلك من واحد كل القصة يتعدها انت ملك من قبل لا تصبح ملك وانت الذي تامر شعبك عدها موسيقى عاش سلمان يا بلادي عاش سلمان عاش سلمان ملكنا عاش سلمان عاش سلمان عاش سلمان ملكنا عاش سلمان عاش سلمان عاش سلمان يا بلادي عاش سلمان عاش سلمان ملكنا عاش سلمان والله صراعا أجمل ص tiro أنا عارف أنا بس هغني وانت الحالك بل أنا أغني للوطن بل أنا أغني للوطن بأي طريق إن شاء الله في السبران وأغني للوطن أماماً إحنا في ذكرى البعاء أكيد الملك سلمان دائماً مبسوطين ومستمتعين ومستنسين هذا الشيء الأكيد لأنه في كثير من الأمور والمشاعر الجياشة داخل كل إنسان فينا يعني بتنتشر بطريقة مختلفة هذه أنا وبعيد عليها كل مرة لأنه فعلياً كلنا وطنيين بطريقة مختلفة فنحترم بعض بوطنيتنا وبإنجازاتنا وبأعمالنا أكيد لازم كماناً نشارك الفنانين سواء من الشباب والبنات الموجودين في الساحة الفنية بيشاركونا حابين أنهم يكونوا معنا في هذا اليوم ونأخذ منهم بعض الكلمات لهذا اليوم الجميل لذلك معنا عبر الهاتف الفنانة والممثلة نرمين محسن ياهلا فيك نرمين ياهلا فيكم الله يعطيكم العافية الله يعافيك كيف حالك إن شاء الله طيبة منوره ومشرفه أشرف فيكم معكم اليوم نحتم جداً بوجود الفنانين وفنانات حقيقة أيضاً آراءهم لأنه ما شاء الله عندكم متابعين وعندكم محبين كثير يحبوا يسمعوا منكم هذه الكلمة بنفسكم في هذه الذكرى نرميني يعني نبغى كلمة منك في بداية وبعد كده نبدأ نسألك في كذا أولاً أكون منذ أتحرف أني أكون معكم اليوم في مثل هذه الذكرى الغالية على جلوبنا جميعاً إن كنا في النانين في الأشياء إن كنا المواطنين عنديهم أتكلم كمواطنة يعني بالنسبة لي هذا اليوم يجب أن نعليلي كثير يعني أنا قبل شوية أنا قاعد أشوف مقاطع وقاعد أشوف أغانع من الذكرى 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 البيع يمكن دمعت عيني حتى بما أننا نحن متلشرين خير من القرارات الجديدة ومتطور لقاعد أشهد المملكة خلال الفترة وجيدة ما كنا نتخيلها فالوشي جداً يعني لي أكتبير جميل نرمين وأيضاً إيش رايك بكل القرارات اللي صارت بالفترة الأخيرة وخصوصاً القرارات اللي أصبحت في حق المرأة سواء من قيادة السيارة إلى دخولنا في الصلاة الرياضية يوصفيننا سعادتك بوقت هذه القرارات بس طلب بسيط نرمين لو تتكلمينها بعيداً على سبيكر بين الجوال نفسه عشان نسمع رأيك بشكل واضح كده تماماً تفضلي أكيد دعيد لك يا نرمين إيش رايك بكل القرارات اللي أصدرت في الفترة الأخيرة بحق المرأة وتمكينها بكل المجالات وقيادة المرأة يعني خليني أسألك وأبواك توصفيننا سعادتك بهذه القرارات نرى أن دائماً هذه قرارات حكيمة وقرارات نشكر سمو سيد سلمان هذه القرارات الحكيمة لأن المرأة نصف المجتمع شكراً لإيمانها في نصف المجتمع والمرأة السعودية طبعاً دائماً منجزة وخيرها البلدها وأهلها وإنجازات المرأة السعودية وصنة إنجازات عالمية وشكراً بزعم حكومتنا المرأة السعودية وهي دائماً تستاهى هذا الشيء وأبداً سعيدة يعني لا يوجد أمانة كلمات وصفر حديث وقرارات اللي جعلوا طلع في الفترة الأخيرة لا شك طب بالنسبة للتعبير الفنانين لا أسمع ألو تسمعين الآن؟ ألو نرمين تسمعين الآن؟ ألو في مشكلة في الصوت ممكن ألو تسمعين الآن؟ أوكي شكل مشكلة ما نندهل أنه في واضح تكتية في الصوت أمو أن إذا ضبطت الصوت أنا ممكن ترجع معنا كانت معنا نرمين محسن الفنان الممثلة نرمين محسن يعني دائماً وأبداً كل شخص من الفنانين عنده طابع مختلف أحس لأنه تعرف الممثل عنده كثير من الإبداع والحس الفني العالي فأعتقد العطاء عنده مختلف دائماً مو بس كذا خصوصاً الممثل أو الفنان دائماً بيكونوا أصحاب مؤثرين أو أصحاب شخصية مؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي يعشل عندهم الكثير من المتابعين فنتمنى أنهم يكونوا قدوة لهم ودائماً كلمتهم بتكون مسموعة بحسب كثير المتابعين اللي بيكونوا عندهم بالنهاية ولازم يعني صراحة خصوصاً في هذا اليوم نتمنى أنه كلهم يكونوا قدوة إيجابيين لأنه شبابنا يعني صراحة في فترة يعني جداً حساسة فيحتاج أشخاص مؤثرين كثيراً مؤثرين وأيضاً يعني من الفنانين أمو أن إحنا حنكمل معكم السوال في الأخبار اللي معاناً لليوم في آخر فقرتنا في ساعة شباب راجعين عاش سلمان يا بلادي عاش سلمان عاش سلمان ملكنا عاش سلمان عاش سلمان يا بلادي عاش سلمان عاش سلمان ملكنا عاش سلمان عاش سلمان يا بلادي عاش سلمان السوال في الأخبار لابد تكون متواجدة معنا في كل حدث ويعني منحاول أن نأخذ الجديد ونشوف إيش عندي كلاميون أكيد ورح نبدأ بأول الأخبار اللي فعلاً لأول مرة نسمع عنه وهو بنت المطر أجمل حشرات الصحراء وأتوقع أنه في هذا الخبر الكثير من الغرابة ليش؟ نشر موقع ديبي بوست صورة للتعريف بحشرة قالوا هذه الحشرة سموها بنت المطر التي تعد من أجمل الحشرات بلونها الأحمر الزاهزة نحن شايفين معانا وطبعاً تعد من فصيلة العناكب إلى أنها غير مؤضية على الإطلاق وتبدأ دورة حياة هذه الحشرة مع بداية موسم الأمطار وتنتهي مع انتهاء هذا الموسم وتظهر بالتحديد في الإمارات والسعودية ولذلك سموها ببنت المطر لأنها تظهر ببداية موسم المطر وتنتهي بانتهاء موسم المطر حبيت الاسم؟ يعني هما فجأة اكتشفوها؟ أيبو يعني ما كانت متواجدة خلقة الأم جديد؟ لا بس قالوا أنها من فصيلة عناكب طيب والله يعني أوكي نحن نشوفه من السعيد بس أنا ما عرف إلا بنت النور وما مالي بأي بنتاني صراحة إلى ماشي يا صبري ماشي يا صبري حمد أوكي حلوة 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 أبداً حلوة عموماً إلى خبرنا التالي أوه والله قوية صبري مره قوية بس شكرا صورة نادرة لقصر حجري يعود لعنترا ابن شدعد هذه إيش رأيك في الأحداث القديمة التاريخية جميلة جدا إيش هذه تسليك على هوا إيش جميلة جدا إيش رأيك في الأحداث تهتم فيها أم لا أي طبعاً أهتم جميلة جدا فايني رح أشوف الحضارة العمرانية والأمارة في العصور القديمة وخصوصاً العصر الحجري يعني سأني إجابة كدر أما أسلك سؤال أساس حمد شلك إيها على هوا قال الحساب الرسمي لهيئة السياحة والتراث عبر موقع تواصل الاجتماعي تويتر موقع تواصل الاجتماعي تويتر قصيباء هو مكان منخفض تتجمع في وسطه بحيرة كبيرة أثناء موسم المطر تبدو حواف المنخفض كما لو كانت جبال تحيط بالقرية وأضاف في تويتر تحديداً هذا الحساب حسابها هي السياحة والتراث كانت منازل لقبيلة لقبيلة بني عبس في الجاهلية وصدر الإسلام وهناك بقايا قصر حجري ويقال أنه قصر لعنتر والله كنت أتمنى أنه أشوف هذا القصر صحيح نحن نشكر كمان أكيد في هذه الحلقة محل غاية الإبداع على باقة الورد الجميل اللي يعني شاركوا معنا فيها في هذه الحلقة وعطونا يعني حاجة جميلة جداً معبرة لهذا اليوم شكراً لكم نحن في هذا اليوم نتعون لكم ويكند سعيد إن شاء الله تستمتعوا فيه رح نشوفكم الأحد المقبل وكذا أقول لكم فمان الله كنت معاكم أنا لم ياء غالب وأنا كنت معاكم ترات سندي نشوفكم على خير الأسبوع المقبل السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر